لم أكن أتخيل للحظة أن هذا سيحصل في الولايات المتحدة الحزب الجمهوري وقف متحدا خلف ترامب في هذه القضية واللافت كان تصريح ميت رامني الجمهوري اللدود لترامب الذي اعتبر أن القضاء يستعمل تهما جنائية من أجل التوافق مع أجندة سياسية ولكن يبقى صمت الزعيم الجمهوري ميت مكان المدويا في أرجاء المشهد خاصة مع طلب ترامب من الجمهوريين وقف تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي من الكونغرس لا أعتقد أن زعماء الجمهوريين سيذهبون إلى مواجهة مباشرة مع وزارة العدل كما طلب ترامب والسبب المباشر أن معظمهم سيخوضون الانتخابات المقبلة ولديهم في برنامجهم ملفات الجريمة وأمن الحدود وغيرها ولا يريدون تعقيدات تمنع إعادة انتخابهم وسيستكملون تحقيقاتهم ودعم ترامب ولكن ضمن حدود معقولة ترامب يحاول الآن توجيه الأعين على القضية من منظر قضائي بحت معتبرا أن التهمة التي وجهت له غير قانونية وغير دستورية الآن المسار الذي اتبعه المدعي العام في نيويورك في توجيه هذه الاتهامات كله صحيح ولكن يمكن أن يلعب الفريق القانوني للرئيس السابق على عدة نقاط مفصلية يمكن أن تشكل مخرجا إن كان من ناحية التقادم وسقوط المهلة القانونية أو حتى التأثير المباشر في قضايا مختلفة التفاصيل القانونية كثيرة ويمكن أن تشكل فخا موقوطا للرئيس الأكثر جدلا في الولايات المتحدة وتؤثر بشكل مباشر على مسار الانتخابات المحموم العام المقبل ريتا سليمان العربية واشنطن